ما بتسني هيعمل إيه؟ انت عارف المفروض يعمل إيه؟ ما قال لي أنا هنستنى لما يعترف علي إيه ده؟ خمار إنت أول إيه؟ اتصرف أنا عاستنى منك أكبار قد تشفر فلق إيه؟ في إيه؟ أنت حرون الدعابي؟ أنا حرون ما يا عمر بالأبد عليك؟ قال لي أنا ليه؟ شو يا أبوي؟ ما تخافش يا أولي ما تخافش روح أشوف عايزين مني إيه؟ رجع لك طوالي تخافش طوالي في إيه؟ هناك هتعرف كل حاجة ينجي يا وحيد تقدل الله ينور أولاد العطار أنا كده اتطمنت عليكم أنا بتهالي إحنا لو رجعنا للتجارة تاني هنقعد الوغش دول في بيضة لأ أسألها عن نبي في قلبك دي بار تيلي نرجع لها إحنا قفلنا كلام في الموضوع خلاص يا يحيان أنا شايف إن إحنا محتاجين عملية أو إتنين نقوم بهم الدنيا إحنا اتفقنا قبل العملية ومش هنرجع في كلامنا خلاص ماشا يا يحيان بس زي ما تقول كده إحنا فرحانين بالله إحنا عملناها إيه يا عز مش فرحان ولا إيه؟ ممكن نعرف يا يحيان أنت غير في اتفاقات معي ليه؟ إيه اللي دخل مجل قربط لي في اللعبة دي؟ في إيه يا ابن مالك؟ إيه اللي حصل؟ مش عارف؟ أعمل لي كمان متفاجئ لما قولك إنها تقبض عليه إيه يا عز إيه صعبان عليك يا أبن؟ والله واضح إن إنتم اللي صعبان عليك وتشوفوني يا فرحان إنتم إيه؟ ما خدرتش على بالكم إن أنا هتجاوز بإنتهى أنا بصراحة ما كنتش نقول للطفل موضوع بس إيه اللي تمعت ولعبت لي صالح نوع يبقى تستحمل اللي إجراله طب أخوك ما قولوش خطر عندك إيه يا أحي؟ الشغل عندي مفقوش خواطر صح طب أقولوك إيه بقى؟ الموضوع دا لما تحلش أنت ولا أخوتي ولا عاوز أعرفكم وديها نحلها لك إزاي يعني؟ إيه؟ ما قالك إنها لعبت بدلة؟ إيه دا بقى؟ لعبت بدلة أه؟ أقولك إيه؟ العقدة دي عندكو تحلوها زي ما تحلوها أعوزين تشايلوها لحد شايلوها له المهم السيطة دي تطلع سليمة يلا علايا وعلايا أعدائي وأمتلاً الموضوع سهل إخواتك مش بعيد عن أنا هعلي صوتي وفتحت نتاوي بجلاجل وأنا أعتبر إن اللي إنت قلته دا مش تهديد عشان لو اعتبرته تهديدة هتزعل هزعل ما كانش لها لزوم النمر اللي إحنا عملناها دي بقولك إيه؟ كل حاجة ولها حدود وأنا اللي شال مسؤولية العيلة دي وأنا برضو قول إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش ومن هنا ورايح الكلام رايح بس مش رايح جاي مش رايح أرجي حضري حالك يعيش عشان هننزل على مصر تفضل إنت يا فارس أتفضل أجعوض ولا تفضل أمشي لسه كي جلبك محروج على ود الحرام دي؟ نوية تحبس نفسك تاني لآخر العمر تؤكد على الله إنت يا فارس ما لكش صالح بي لا يا عيشة ما أنا مش حسيبك تنهيش في روحك لحد ما تموتي افهم يا متى الحلال ده لا من توبنا ولا من أصلنا بس حبني ما هي دي كدب اللي رابط فيها راسك لا يا فارس أنا شفتها في عينيه شفت حنيته شفت قلبه الغامج اللي بيجي أبيض على يدي بس كل حاجة تهدد بس ده كان حجم كل الناس بتاخد حجوجها إلا أنا يا فارس دايما بتتاخد مني جساب عيني على يدكم مش على يد حد غريب بس أنا مش بلوم عليكم أنا بلوم على نفسي على حظي الخائب ونصيبي اللي ما بيفوتش إلا في العتمة المهم الواحد يلحق اللي فاته مش مهم نفهم نتأخر المهم لما نفهم نحرف عني عمل ايه كده يا عز تيجي منك انت وانا اللي بقى منك علي وعلى بنتي أنا والله ملايه زنب في الحصل أنا بجدر اتخريقت مع يحي بس هو عرف اني نوح بيخطت لحاجة وانيتي متأمرة معاه عشان كده عمل اللي عمله يعني انت كنت عارف يا عز اني مامي في خطر وكنت ساكت يا يرى مش مضطر برر أنا مليش دعو بالموضوع خالص يا حيان بيق منش لحد بس ان شاء الله هنطلع من الموضوع ده هنلاقي حل احسن لك يكون كويس انحنا نخرج من الموضوع وإلا والله العظيم أنا حيحكي كل اللي عرفه من أول يحية لحل ده الوقتي وانا زنب ايه عرفك هاي مش غلطتي لا غلطتك ولا غلطتي القضية دي براقيتها مؤمن خلاص احنا نقف بقى قدام النيابة وكل واحد يقول اللي عنده هيا مترا للأسف مدام ماجي حتباتي النهاردة في الاسم بكرة الصبح ان شاء الله تطاردع النيابة اطمئنني انا مساكت لا تخفيش ايه الأكل الحلو ده تسلم يدك يا ست الحلوين كلهم انت لسه دوقته كفاية من انت اللي عاملا بيدك اكيد هيبقى حلو على فكرة كريمة هيزعل قوي ان احنا كلنا من غيره ده بيحب الخضار السوتيع ولا هيزعل ولا حاجة ده وقت ندل ليه؟ جيت حدوانو ابوسو رح سيبني وجيري قال للمراتك عندك امرأي حالعب لا امرأي سيط عرفي يلو قد بيه فهمه عنده حق اصلي ممتوحشاني اوي وقال ايه ما بترداش تخلينا اكلها ببقاه قلب تكاسف ايه لا انت كمان وحشني اوي يا طاري وحشني كلامنا وهزارنا وخرجاتنا وكل حاجة بينا عارفة انا احساسي بيك زي اول مرة شفتك فيها كان قلبها يوقف من فرحة انا كمان ايه كان قلبك اوقف من فرحة برضو لا انا كمان فاكرك اول مرة شفتك فيها خالص لما كنت الاستجالي بالبدل الميري كده وانت ثابت صدارك لا 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 عوضو بالله ده كان شكل وحش اوي ودنك هتعمل لكده عوضو بالله ياه ده الحمد لله شكل اتعدل شوية لا 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 كنت زي الامر زي دلوقتي بالزبط كانت احلى ايام اوه طبعا كانت ايام حلوة كان وقتك كله لي كنت كل يوم بتخرجني وعلى طول قاعد معاي مش زي دلوقتي على طول ثايبني يا خلاص خلاص من ازعليش انا نش اسيلك خلاص افضل جنبك افضل حيبك لاخل يوم في عمري انت ازيل حلو ابي كده شننكول بقى الاكل الحلو ده وانيه ها اوه انت زي حلو ابي كده ده كثير عليا قوي ومروان وبعدين مش متعودة منك على كل ده أنا عزيزة متعودة وربنا هيقدرني وقدر حوضك عن كله أنا عملته فيك قبل كده معرفي يا مروان لو حازت صدق واحدة معي لبسة عتعودني عن كل اللي فات طيب ممكن تبصي في الدور باللورة كده ايه ده؟ دي تلاجة اللي خنفسك فيها نفتحي أبروك عليك عربة جديدة تكلم بجد يا مرون بجد لا ما كنتش انترك بي أحسن حاجة في العالم من اللي يستهر بس أنا مش بعرف أسوق هعلمك ممكن أكسرها عادي محظر محظر هخلي بأيني صد دي هتلاجة الجنب اللي خلاص 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 مالله خلاص مالله بجد المحمود ممكن يكون متورد في اللي حصل؟ ده مش ممكن ده أكيد وعدي المحمود شغال في تجارة السلاح ويعرف كل تجار السلاح وكمان كان بيستغل المحل لشغله من ورع مذاكري عمد الله على السلامة يا محمود تعرفت كنا ده ازاي يوسف؟ انت نفسي انها كنت الظابط ولا ايه؟ المشكلة بقى ان محمود مسح تسجيلات أخر ثلاثة أيام من على كاميرات المرابعة بتاعت المحل معنى كده انه بيأمل نفسه أول بأول ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انا طالع اخد حاجة ونازل على طول يا ماما نازل فين تعال هنا فهمني؟ يا ماما انت سلطة تم تعمل الشوشرة؟ لا مش